اشتركوا في القناة وهناك من اتصل بالسفارات الفلسطينية واعربوا عن رغبتهم في الجهاد المقداد مثلا امام رسالة يقول نريد فتوى شرعية بواجبنا لما يجري في غزة الآن بلا شك انه يجب مناصرة الاخوة المسلمين المجاهدين في غزة وفلسطين عموما لمن استطاع ان يجاهد في سبيل الله عز وجل بسروط الجهاد المعروفة ولكن الآن الذين نقرأ عنهم ونواجههم ويقتصلون بنا يقولون كيف نصل إلى فلسطين أصلا وإلا عندهم نية الجهاد وعندهم نية التضحية وهذه الأمة أمة جهاد وأمة بذل وهي التي أقامت معارك الإسلام الخالدة وأباؤهم وأجدادهم الذين يسروا لا إله إلا الله فهم الآن يعرفون هذه الروح عندهم لكنهم يقولون كيف نصل إلى تلك البلاد بالمناسبة أنا محمد ذكرتني بشيء أنا أحيي شعب الجبارين شعب المجاهدين هناك على ذكر الجهاد حتى أني أقول أنقل الحقيقة لا من صحيفتين إسرائيليتين يوم الأحد الماضي حيث أقارنها ببعض صحفنا في العالم العربي المخذلة المتهاولة المتحافثة التي تلمز وتغمز في جانب المجاهدين وجانب المقاتلين في فلسطين معاريف الأحد الماضي تقول للجيش الإسرائيلي لو دخلنا غزة نخشى أن تكون مقبرة للجيش الإسرائيلي هناك لأنه أمامهم أبطال أشاوس أمامهم أحفاد خالد بن الوليد وصلاح الدين وسعد وطارك إذي عودت تنتقد سياسة إسرائيل تقول إن الإعلام يطب للسلاسة وإن نخشى صواريخ حماس أن تغرب ثل أبيب الآن اليوم صاروخ ضرب على مسافة خمسين كيلو وإن يحيي تلك السواعد الميمونة التي تكبر وتطلق الصواريخ على أعداء الله عز وجل المحتلين المغتصبين وبالمناسبة نقول لن يموت هذا الشعب أبدا وسوف يستمر وسوف يلد المجاهدون مجاهدين وأبطال وأشاوس وسوف يأتي بإذن الله لا نقول عواطف سوف يأتي النصر بإذن الله لكن العجيب أنه مهما حاولت إسرائيل على هذا الشعب وحاولت أن تمارس من الإذلال أو القتل أو الإبادة أو التهديم يأتون أقوى وأكثر والحمد لله البركة موجودة وانظر تكاثر الفلسطينين وانظر انتفاضتهم ومعهم بإذن الواحد لأحد قوة الله وعظمة الله وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل فضيلة الشيخ الدعي اليوم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين قال بأن هناك وفدا من الاتحاد سيغادر إلى السعودية في إطار جولة لزيارة بعض الدول العربية والإسلامية لمقابلة حكامها وبحث الإجراءات اللازمة ولكن السفرات العربية حتى الآن لم ترد على طلبات اتحاد العلماء وقيل إن الشيخ القرضاوي أو الوفد سيقابل رئيس المنظمة الدول الإسلامية كيف يمكن لمثل هذه المبادرات العلماء المسلمين أن تحمل صوت المعذبين في غزة والمعذبين في الأرض بهذه الحرب إلى الحكام العرب والذين لم يتفقوا حتى الآن على لقاء وعلى إدانة وعلى أي شيء من هذا القبيل ينبغي علينا كطلبة علم كدعاه وعلماء ومفكري وجاء الإعلام أن لا نترك سبيلا لنصرة إخواننا في فلسطين إلا فعنا سواء مقابلة الحكام سواء الرسالة الإعلامية محاضرات ندوات دعوات في القنوة التبرع بالدم التبرع بالمال المشاعر القصائد كل هذه كلها تصب في المسرحة العلماء لهم جهاد خاص المفكرين حملة الأقلام أهل المال كل فئات الأمة ينبغي أن تشارك أنا لست أنا ناطق رسمي باسم الحكام ما أدري هل يستقبلون هل يسمعون لكن واجبنا كطلبة علم أن ننصح وأن نقول كلمتنا سواء في الخفاء وسواء في العلن ونبين أن المخاطر التي تجتاح الأمة ونخبرهم بما يجب علينا كمسلمين جميعا أن نعصر إخواننا في الدين والملة والذمة الآن الشعوب الغربية أكثر نصرة للمنسوبين إليها في مشارك الأرض ومغاربة تيمور لما انتفض تلك الجزيرة قاموا ناصرها لأنهم يعني مسيحيين سكانها جورجيا كما أسلفت قبل قليل وغيرها من البلدان لكن المشكلة أن العالم الإسلام الآن متناثر ومتخاذل وليس عندهم وحدة إيمانية وذهب الاعتصام بحبر الله إلا فيما قالوا وندر وأصبحوا رايات وأصبحوا أحزاب وأصبحوا بينهم تراشق بالكلام وتهم واختلاف وتباغض فنسأل الله نجبع أمر الأمة على الكتاب والسنة وأنا أقول إن الجهاد الآن حتى العجوز في بيتها إذا رفعت يديها وكفيها فهي مجاهدة الطفل البريء وهو يدعو ربه ويحرك سبابته الآن قتيبة بن مسلم القائد المشهور لما أراد يفتح كابل قال أين محمد بن واسع العالم الربان الزهر قال يحرك أصبحوا في الجيش يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم قال والله إن أصبح محمد بن واسع أفضل عندي من مئة ألف شاب طرير ومن مئة ألف سيف شهير لا نحتكر شيء أنا أحيي جهود العلماء وأحيي كل من يكتب وكل من يجاهد بماله بدمه بنفسه بقلمه فنحن أمة ينبغي أن تتظافر جهودنا لنكف أمام هذا العدوان وبالمناسبة أنا أقرى في مذكرات حكماء صهيون سواء بيغن أو بلدمائير أو بنقريون ينبغي أن نفهم عقلية هؤلاء الثلة أو الغدة السراطانية في جسم الأمة ينبغي أن نفهم ماذا يكتبون الآن الكتاب موجودة في فلسفة التمرد بيغن يقول أنا أقتل وأقاتل أنا حي وإذا لم أقتل أنا ميت يعني ما دامنه يسلب وما دامنه يهدم وما دامنه يقاتل لأن عقيدته تنبني على ذلك لم يقاتل سوف ينتهي فنحن الحمد لله المد لنا والمستقبل لنا والتاريخ معنا والله فوق ذلك كله إن شاء الله معنا سوف ينصرنا بنقريون يقول لا تجبروني بما يعتقد اليهود بنقريون ولكن بما يعتقد غير اليهود أنا أريد عقيدة اليهود التي تنبني على فرض القوة على الناس هذا هم الذين يقولون شعب الله المختار والذين يدعون دعاوه حتى على رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم أبناء الله وحبائه ينبغي أن نفهم أن هذه العقيدة عقيدة عدم التعايش السلمي نعم فضيلة شيخ إذا سمحت لي وأنت تقرأ ما يقولون هل معنى ذلك أيضا أن ثقافة السلام التي أشيعت في أوطاننا العربية الإسلامية قد أخفت هذه الوجوه التي تتحدث عنها هذا السؤال أتركه أو نترك الإجابة عنه فضيلة الشيخ وأيضا نستقبل بعض المشاركات من لدني مشاهدين الكلام أبدأ من فهد الرويلي من السعودية أهلا بك أخي فات ألو أعطيك العافية شيخ السلام عليكم ورحمة الله يعلم الله أننا نحب بك تيك أهلا بسة لكن أتنا نبغاك توجه رسالة للفلسطينيين أنفسهم مثل حركة فتح حركة فتح الآن جالسة ترصد مواقع وتسلمنا الكيان الصهيوني نبغاهم هم أول التحدون وجه رسالة لحركة فتح والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله محمد سعد من سوريا مرحبا بيك أخي محمد فضل اخي محمد مرحبا بك اخي محمد يا اهلا وسهلا اسمعك اسمعك جيدا يا اخي محمد يا مرحبا بك معذرة للمشاهدين الكرام هاني السيد من مصر اهلا بك اخي هاني السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك احنا عايزين بس ان يجي يتكلم على قناة الجزيرة يتكلم على مصر ان هي الاخ الاجبر مش ان هي العدو اللدود للعرب النهاردة مصر تاريخها طبعا عمره ما ايه نتا نعم يا ريت اللي يتكلم يا واحد الصف السيستان الاول وعايز واحد بس يكون زهر في الجزيرة يتكلم على الشهيد الرائد اللي استشهد من كم يوم وعلى العسكري في حد في الجزيرة طاله يتكلم عنه شكرا لك اخي وصل سؤالك سيداني من محمد العاجري من قطر اهلا بك اخي محمد اهلا بك السلام عليكم عليكم السلام تفضل اخي الكريم سلام داخلتي قصيرة جدا بسم الضواء المنهجية يا استاذي لن تفلح امة اذا لم يوجد لديها منهج قويم تحاول به الاعداء رئيس الوزراء البريطاني قبل ثلاثة سابيع بالضبط كان في زيارة قصيرة لدول مجلس التعاوني استجدي منهم الدولار في عملية اسعاف للاقتصاد البريطاني واليوم وقبل يومين في مجلس الامن تدخل مع الامريكان لفعل ما فعل مع الامريكان وانتم تعرفون لتأخير القرار ضد الاعتداء نحن حتى